انظر إلى هؤلاء إنهم يعبدون هذا الصنم وهم على جهل وفقر والأمراض تسري بينهم لو أردت أن تتحدى فعليك أن تتحدى نفسك فيهم فهم وثنيون منذ قرون طويلة ويصعب تغيير عقائدهم ولكنني أرى هنا كنيسة نعم فالمبشرون النصارى يأتون إلى هنا منذ عشرات السنين ولكن لم يستطيعوا أن ينصروا سوى بضعة أشخاص وذلك بالمال والإغراءات فقط سنرى من سيستطيع أن يدعو ويؤثر في الناس نحن أمهم قل لهم أننا نريد أن نبني مسجدا ونريد مكانا له أنا أعرف العربية لن نسمح أن تبنو شيئا هنا هذا إلهنا ولا نعبد غيره سنرى من أقوى أنا أم إلهكم ماذا فعلت؟ لقد أسعت لإلههم سيقتلونك كيف تجرؤ أن تهين إلهنا؟ ألا تقول أنه إله؟ فليدافع عن نفسه؟ كيف يسمح إله أن يؤذى ويهان ولا يدافع عن نفسه أو ينتقم ممن أهانه؟ نحن نحميه وندافع عنه ليرزقنا يرزقكم؟ أنتم تموتون من الجوع فأين رزقه لكم؟ إذا أردت أن تبني مسجدا فليسقنا إلهك المطر إذن وها نحن ذا ننتظر ولكن الأمر بيده وليس بيدي كيف تريدنا أن نؤمن بإله عاجز عن إنزال المطر؟ إن غربت الشمس ولم ينزل المطر فلن نسمح لك أن تبني مسجدا هنا أبدا لنذهب ونبني المسجد في مكان آخر سأبني المسجد هنا إن شاء الله أنت كما أنت منذ أن كنت صغيرة عنيدة تركب رأسك وتحب أن تتحدى لتنجح ولكن التحدي لا يصلح في هذه البلاد بل إنني أريد أن أصنع التحدي المستحيل هنا وسوف أنجح وسترى يا رب إنك تعلم أنني ضعيف ومذنب وإنني أدعوك دعاء الراجي أن تنصر دينك لا أن تنصرني اللهم إن نزل المطر فسوف يسلمون ويدخلون في دينك وهؤلاء عبادك ينتظرون رحمتك اللهم انتصر لدينك ولا تنتصر لعبد الرحمن والحمد لله رب العالمين أرى أن ربك لم ينزل المطر إنه هو خالق المطر فلينزله متى يشاء يبدو أنكم كلكم سواء لن تبنوا مسجدا لكم هنا لن تبنوا مسجدا لكم هنا إن غربت الشمس ولم ينزل المطر أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور المطر يا رب المطر يا رب لقد نجحت يا هذا لقد أنزل إلهك المطر مع أن دعوتك دقيقة واحدة وهذا الإله لم يستطع أن ينزلها ونحن ندعوه منذ ثلاث سنوات ونقدم له القرابين حتى متنا من الجوع كيف سينزل الله المطر عليكم إن كنتم تعبدون إلها من صنع أيديكم وتذرون خالقكم وخالق السماوات والأرض علمني كيف سأدخل في دينك إن أردت أن تدخل في دين الإسلام يجب أن تكون مقتنعا بذلك فتؤمن من داخلك إنني مقتنع بكلامك بكل قناعة وماذا عن بقية أفراد القبيلة لا تقلق اترك الأمر لي إذن ستردد وراء الشهادتي ثم تتطهر وتطهر ثوبك ثم أعلمك الصلاة سأفعل ما تقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله لقد صرت أخي في الإسلام صرت أخوك؟ كيف هذا؟ أنت طبيب ومتعلم ومسلم منذ زمن بعيد وأنا صرت مسلما الآن إنما المؤمنون إخوة إن دينكم شيء عجيب هذا هو دين الإسلام والآن ماذا ستقول لبقية أفراد القبيلة؟ دعني أكلمهم ثم اتجه زعيم القبيلة إلى أفراد قبيلته وكلمهم عن الإسلام وأخبرهم أنه دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق وأن عليهم أن يتبعوه بما فعل فقد آمن بالله الذي خلق البشر وخلق الأرض والسماوات ولن يعبد صنما بعد اليوم فآمن أفراد القبيلة كلهم ودخلوا في دين الإسلام ولم يكن يتوقع الدكتور عبد الرحمن السميط أن يدخل كل هذا العدد في الإسلام يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلمون شكرا لكرمكم سآكل الطيور فقط أما الحشرات والفئران فأعتذر عنها كيف ترد طعاما قدم إليك هذا عار في قبيلتنا الآن تقول أنك أخونا ثم ترد طعامنا كيف ذلك؟ إنني لا أرده وإنما بل أنت رددت طعام البعض وقبلت فقط الطيور هذه إهانة لنا هيا بسرعة لنهرب قبل أن نصبح نحن طعاما لهم لن أهرب حتى أبين له ألم تشهد منذ قليل شهادة الإسلام؟ إن في دين الإسلام لا نأكل إلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية ولا نأكل الفئران أو الحشرات فهذا لا يجوز أكله بل سأقول لكم شيئا فوق ذلك فأنا طبيب وأعرف ما يؤذي الناس من الطعام ويسبب لهم الأمراض وما ينفعهم إن كل طعام حرمه الإسلام هو طعام يؤذي الجسد انظروا إلى الأمراض التي تصيبكم والتي تهلك بالآلاف منكم إنما ذلك بسبب الطعام هذا فالله تعالى يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث والذي يذبح على الطريقة الإسلامية من المستحيل أن يسبب المرض والأذى ذلك أن كل الأذى والدم الفاسد يخرج منه ويبقى اللحم الزكي الطاهر نحن لا نعلم كل هذا عليك أن تعلمنا لنعرف إذن نحتاج بداية لبناء المسجد على الفور نعم يمكن سنأتي بالأخشاب والطوب والطين ونبنيه خلال يومين سيكون جاهزا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون دكتور عبد الرحمن المساء قد اقترب وعلينا أن نعود للمدينة كيف أعود وهم بحاجتي في هذا الوقت سيشعرون أنني تخليت عنهم أنا لا أريد أعدادا من المسلمين بلسم أريد مسلمين حقيقيين فيجب أن أبقى أعلمهم الصلاة والطهارة وشيئا من القرآن ولكن أين ستنام؟ هنا لا يوجد مكان تنام فيه غير هذه العشش من الصفيح التي لا تصلح للحياة فهنا الحشرات والعقارب والوحوش تخرج كلها في الليل المدينة فيها فنادق نظيفة وغدا تأتي لو أحببت ما جئت لأنام في الفنادق سأنام معهم كما ينامون أنت الدكتور عبد الرحمن الصميط جئت من الكويت ودرست في بريطانيا وكندا وحصلت على الدكتوراه وتنام على الأرض في أدغال إفريقيا بين الحشرات والعقارب في قبائل بدائية لا تأمن لها؟ أنا الآن أمثل لهم الإسلام ألم أقل لهم نحن إخوة كيف سأجعل فعلي يكذب قولي إن وثقوا بي وثقوا في الإسلام وإن فقدوا الثقة بي فقدوا الثقة بالإسلام لذلك سأنام بينهم ومعهم أعذرني فأنا لا أستطيع البقاء ابقى وحدك وأنت المسؤول الوحيد عما سيحصل لك لا تقلق لن أخرج من هنا حتى يبنى المسجد ونرفع جدرانه ونبني محرابه ومنبره وأرى الناس يصلون فيه وأدل الناس على سعادة الدنيا والآخرة من الذي يبني البيوت هنا؟ هذا الرجل هو الذي يبني البيوت أعطيه المال لا أستطيع هذا المال أنا مؤتمن عليه ولا أستطيع أن أعطيه لأحد أعطيه المال ليبني لك المسجد بسرعة قبل أن يغضب فإن غضب لن يقف بوجهه أحد ماذا فعل؟ لقد أخذ المال وأعطاه لأقاربه هذا المال أمانة ولا يجوز انتظر وسترى وبدأ بناء أول مسجد في ملاوي في قرية لإحدى القبائل وكان معهم الدكتور عبد الرحمن السميط يساعدهم ويحمل معهم ويبني كأنه واحد منهم كما أنه أخذ يعالج المرضى من الأطفال والنساء ونام الدكتور عبد الرحمن السميط بين الناس تحت الأشجار وفي الأدغال وعانى من القرص والحشرات ولكنه صبر على ذلك في سبيل بناء المسجد وبني المسجد وأصبح جاهزا للصلاة والعبادة أما المصاحف التي أحضرها معه فإنه وضعها في المسجد ليتعلم منها كل من أسلم هذا القرآن الكريم وهو كلام الله تعالى وأوامره لنا نحن البشر علمني ما فيه سأعلمك اللغة العربية وأعلمك قراءة القرآن حتى تعلم الناس ذلك والآن إلى الصلاة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين